العام الماضي كان عدد من الناس يجذفون هنا في نهر فيستولا الذي يتضفق من قلب العاصمة البولندية وارسو ولكن الآن وبعد صيف جاف وصل هذا النهر إلى أدنى مستوى منذ قرنين في تناقض حاد مع ما كان عليه الحال قبل عامين حين فاضت مياه النهر إلى ارتفاع ثمانية أمتار المعدل كان مستقرا قبل عشرين عاما في التسعينيات انخفض مستوى فيستولا إلى ثمانية وستين سنتيمترا اليوم هو أقل من ستين سنتيمترا ويتوقع أن يجف النهر أكثر في الأيام المقبلة لكن هذا الأمر ليبعث كل الناس على الحزن فعلماء الأثار يرون في ذلك شيئا إيجابيا تحف تاريخية مخفية منذ عقود خرجت إلى الضوء أنقاض جسر وارسو الذي فجر في الخرب العالمية الثانية ظهر أيضا وجدنا أنقاض جسر بونياتسكي هناك العديد من الأحجار المنحوطة وقطع من ذلك الجسر المهدم خلال الحرب العالمية الثانية على بعد مئات الأمتار لوحة خشبية خرجت من المياه وجذبت انتباه علماء الأثار المسامير القديمة المحاطة بها ترجح أن اللوحة كانت عالقة لعقود إنها جزء من سفينة خشبية قديمة بالتأكيد كانت نوعا من سفن النقل التي غرقت بعد الاستضامة بالصخور هناك علماء الأثار التقطوا الصور وجمعوا قطع الخشب والمسامير فيما استمروا بالبحث عن المزيد من الأحجار الكريمة التاريخية قبل حلول عواصف الخريف الماطرة التي تعيد هدير صوت مياه نهر فيستولا ترجمة نانسي قنقر